المقابلة وانطلق معها بحث الفائقين عن الهدف خاصة من جانب لعبي الفتحة باطي الذين كانوا الأقعب إلى هزي الشيباك في أكسام المناسبة أمام ما يقضت الحيص المتعلقة يشام الغوفي هنا حكم المقابلة دوانجيد سيعلن عن ضاب الجزاء لفائدة المحليين بدعوة تدخل زكاية الإسماعيلي في حق بضاء الكشني عبد افتاح بخايس تكلف بتنفيذ وسجل أولى الهدف الإقاع نفسه شهده الشوطة الثاني عادل المسكين يضيع أبرز محاولة في هذا الشوطة الهدف بضاء كشني يعود بقوة ويؤمن فوز الفتحة بطي بزوقع للهدف الثاني وفي الأنفاس الأخيرة من المقابلة عبد مجيد الدين يتمكن من تسجيل الهدف الوحيد للنادي الكنسي في هذه المواجهة التي شهدت أيضا طرد موان سعدان بعد تلقي للبطاقة الصفاء الثانية لينتهي اللقاء بفوز الفتحة بطي بهدفين مقابل هدف واحد ترجمة نانسي قنقر